السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلين يوم ان شاء الله غضا نشترك معكم طريقة تحضير ستمن كنتو سهولتوني مزاف ديال المرات على الطريقة ديال تحضير ديالو يوم ان شاء الله غضا نحضروه بطريقة ديال الام ديالين تمنى ان شاء الله يعجبكم وتفضلوا معي باشتوفوا تفاصيل الوصفة بسم الله على بركة الله اول حاجة كنحاولو ما امكن ان انا نجبدو الزبدة بكري يعني ثلاثة تسوي على اربعة ولا ليلة كاملة على حسب باش كتكون مطلوقة شوية كتجي نسهلة في الختمة هنا غضا نغسلها بالماء البارد يعني الزبدة بلدية كيكون فيها الماء هات الزبدة بلدية انا جبتها معي من المغريب وممكن انكم يعني تستعملو حتى الزبدة الاخرى غاية ما ما كنحتاجوش نغسلوها كيف ما كتشوفوا معي المادية لها كيولي بيض يعني كبقاو نغسلو فاد الزبدة حتى كيولي الماء شفاف كيف ما كتشوفوا معي والزبدة كتولي بحلب بوماد لانا كبقاو نخدمو فيها مزيان من بعد ما ختمتها مزيان غدا نزولها من هذك الماء اللي كيولي يعني ينقي كيولي شفاف حتى نوضحها في الماء دي الزعتر كناخدو شوية دي الزعتر وكنكبو عليه الماء طايب وكنخليه يعني ثلاثة تسوية ولا أربعة حتى كي يبرد تماما وكنكونو ذوبنا فيه 12 معلقة دي الملح انا هنا استعملت 3 كيلو دي الزبدة ووضعت فيها 12 معلقة دي الزبدة دي الملح حفن ومن بعد غدا نعود نزيد مازان للملح ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معي غدا نرقدها في هذ الماء انا خليتها يومين في هذة الماء دي الزعتر الماء ودي الزعتر اللي فيه 12 معلقة دي الملح كان غطيو هذة الزبدة بشي في الماء وكنخليوه يعني كنخليوها كيف قلت لكم يعني يومين اه وممكن خليوها حتى كتر اه كنخليوها كتر قد باش كتنسم لنا بهذا كذلك الزعتر وفي نفس الوقت ما ننسوش بأن نرى الزعتر يعني كي كونسيروي اه كيف ما كتشوفوا معي من بعد يومين ها هو الزعتر يعني المادية الزعتر ولا تقريبا أسود والزبدة صافي تكون شربات لنا هذك الزعتر صافي وكنبدا كيف ما كتشوفوا معي كنشكل كويرات يعني كنحاول غين سقطرها من الماء كنكون حاطة حدايا شي شبكة ولا شي زي في حياتي وكنحاول يعني نوضح هذ الكويرات في هذك الشبكة باش كي تقطرو ليم زيان كنحاولو ما امكان ان انا نقطرو هاد الزبدة من الماء يعني ما نخليوش فيها لما تماما لأن الماء هو اللي كي يخسرها يبقى فيها هنا بعين بعد ما خليت هاد قطعت ليم زيان من من الماء غدا نضيف هنا زوج معالق ديال الملح يعني ثلاثة كيلو ديال الزبدة استعملت فيها ملح الحية يعني الماء اللي كي يكون الملح عفوان اللي كي يكون ماشي ما كيكونش غافيني صافي كيف ما كتشوف معي كنبقى نخدمها يعني حتى كتولي على شكل بوماد حتى كيدخل فيها الملح مزيان بطار قدارو ريما نخدموها مزيان 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 هاد الزبدة باش كتدخل في هديك الملح مزيان كيف ما كتشوفه معايا كيفاش ولات بحل شي بوماد صافي من بعد ما كملت لعني الخدمة ديالها خدمتها مزيان كيف ما كتشوفه معايا نجيب يعني القدر القدر الغضن هنا كيف ما كنورو لي قلوش ولا الطنجية الاناء اللي كان طيبه فيه الطنجية انا كتشوفه باش نطيب فيه الطنجية ولكن اه من الاحسن نضيفه في هاد الكنت بغان نضيفهم غرف شي هاد الزبدة كتغان السمن كتغان نضيرها غرف قنينة ديال يعني ديال الزج سعاء ماما قلت لي من الاحسن من احسن يعني تصبري هاد السمن في هاد القنينة هاد القدر ديال الطين لان الطين كيشرب هادك الماء يلا بقاش زائد ديال الماء كيشربو كيشربو كيف ما كتعارفو بان الطين كيشرب يعني الماء طافي كان مسح من بعد ما عمرت مزيان هاد القلوش كيف ما كيقولو لي انا كنحاول ما امكان ان اني كنخبطه واحد شوية باش كان نتأكد بان ما بقاش يعني الفاراغ ما خصش نخليه الفاراغ ما بين في هاد بالاحسن نعمروه يعني ناخده غيع لقدر الكمية ديال الزبدة اللي عندنا هنا غدا ناخد غدا ناخد السوبانا ولا ورقنا الشاف غدا نستبيه هاد القلوش باش يلبقى شي ما ولا شي حاجا كيمشي انا غدا نخلي هاد ثلث ايام تقريبا هاد القلوش ديال الزمن ثلث ايام ومن بعد غدا ننبدل هادك الورق النشاف غالبا ما كيكون ما بقاش لماء لان كيف ما قلت ليكم قطرتها مزيان وزياد على ذلك راغيح تياطا كندير هاد القادية هدي سافي من بعد غا نسد علي كنقلبه بحلكة كنخلي هاكده مقلوب ومن بعد كنسد علي وكنخليه يعني هو احسن سمن ونخليه يعني من عامه الفوق يعني عارفين كل ما قدم سمن كل ما كان احسن يعني باختيغ ضد ثلث شهور ارا هكي يوجد غي انا غدا نخلي ان شاء الله يعني انا بقي عندي سمن لنخليه حتى يوجد على خاطره سمن ان شاء الله يكون عجبكم بفيديو دي اليوم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام عليكم